بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع المبعوث السويدي لليمن بيتر السمنبي بحث الأوضاع والمستقدات في اليمن على ضوء تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير واستمرار انتهاكات وتأثير ذلك على عملية السلام وجهود المبعوث الأممي واتفاق ستوكولم وأوضح الوزير الحضرمي خلال لقائه المبعوث السويدي أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على السلام وأنها قدمت الكثير من التنازلات والمرونة العالية من أجل دعم جهود المبعوث الأممي لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة لافتاً إلا أن ذلك قوبل بتصعيد غير مبرر والتهاكات مستمرة وتعنت متعمد من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأوضح أن قيام الميليشيا الحوثية مؤخراً بغصف مدينة مارب الصواريخ الباليستية واستهدافها الإرهابي الجامع بمعسكر الاستقبال وللمدنيين في المدينة والتصعيد على مواقع الجيش في مدنية نهم بمارب وأجزاء من محافظة الجوف إن كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الميليشيا أن هذه الميليشيا أصبحت تستغل اتفاق الحديدة والتهدئة فيها وتستغل التهدئة في الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة استغلالاً سيئاً مما يفرق اتفاق الحديدة من محتوى ويفقده أهدافه الأساسية وشدد الحضرمي بأن ذلك كله غير مقبول ولن يتم السكوت عنه وأن الاستمرار في حرب الحوث العبثية واستغلال اتفاق الحديدة والتهدئة فيها أصبح يؤكد عدم وجود جدوى حقيقية للاتفاق وجدد تأكيده بأن الحكومة الشرعية لن تسمح باستمرار هذا الخلل وأنها لن تقبل بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة بدلاً من تنفيذ بنوده وأنها تدرس حالياً خياراتها بالتشاور مع غيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أزاء هذا التطور الخطير ومن جانبه قدم المبعوث السويدي تعازيه بشأن الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف ميليشيا الحوثي للجامع في مارب وأعرب عن قلقه من فرض القيود على العمل الإنساني مما تسبب في تدهور الوضع الإنساني وعبر عن أماني في أن يشهد الوضع الحالي خفضاً للتصعيد وأن يتم التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن حضر اللقاء المستشار مجيب عثمان مسؤول أوروبا بوزارة الخارجية